تبذل المستشفيات في مدينة بيكين قصر جهدها لقبول الحالات الحرجة من المرضى المصابين بكوفيد 19 مراسل نازر مستشفى كلي الطب الاتحاد في بيكين لمعرفة المزيد حول كيفية تعامل الطقم الطبي مع الموجة الأخيرة من الحالات الخطيرة يقوم الأطباء الآن بنقل مرضة تبلغ من العمر 97 عاما من السرير العادي إلى سرير وحدة العناية المركزة كانت في السرير العادي لمدة أربعة أيام إلا أنها دخلت فجأة في غيبوبة فهي بحاجة مماسة إلى عناية مركزة ولحسن حظها تم نقل مريضة أخرى للتو من وحدة العناية المركزة إلى قسم أمراض الرئى البرأة الموسنة لا تزال في غيبوبة يقوم المصحفون بإزالة البلغ من مجرى الهواء نحن نكون بعملنا المعتار بشكل عام ولكن حالة المرضى ازدادت خطورة في هذين أسبوعين عادة ما يكون لدينا خمسة مرضى مع سرير واحد إضافي لكن جميع الأسر ممتلئ الآن نظرا لأن الموجة الحالية تسببت في الكثير من الحالات الخطيرة فإن قدرة الاستيعاب لقسم العناية المركزة في هذا المستشفى قد وصلت إلى حد الأقصى ودى المساعدة في حل هذا الموقف وفرت العديد من أقسام الطب الباطني دعما لقسم العناية المركزة الذي يعمل بكامل طاقته حتى أقسام الجراحة أضافت أسرل الحالات الخطيرة كانت هذه الممرضة من قسم المسارك البولية قوة رئيسية في رعاية المرضى المصابين بكوفي 19 في قسمها يبثل المستشفى الآن قصار جهده في قبول مرضى مصابين بكوفي 19 تلقى كثير منا تدريبا على علاج كوفي 19 عندما ذهبنا لتعمي وهان في عام 2020 بالنسبة للقسم الذي يعمل فيها الدكتور فان فقد عالج أكثر من خمسين مريضا منذ منتصف ديسمبر معظمهم فوق 75 عاما أكثر من عشرة قد تعافوا تماما ولم يموت أحد منهم بعد ثلاث سنوات أصبحنا أكثر استعرادا مما كنا عليه في وهان نحن مجهزون بمزيد من المعرفة ولمزيد من الأدلة ولمزيد من أدوية نحن نعرف بشكل أفضل ما هو صحيح وماذا يجب علينا أن نفعل